نهاردة القايمة لو بنتكلم بيتسو مسماني استعان بواحد وعشرين نلاعب علي لطفي ومصطفى شبير وحمز علاء في حراسة المرمى ياسر إبراهيم ورامي ربيعة سعد سمير بحمود متولي محمد هاني علي معلول حمد فتحي السلية أليو ديانج أفشا قهرابة كريم نيدفيد حسين الشحات جونيور أجعيه محمد شريف والترب والية ومروان محسن وصلاح محسن خلص التعازي كمال لمهاجم النادي الأهل مروان محسن في وفاة عمه اليوم خلص التعازي لمروان ولأسرة مروان محسن وإن شاء الله ربنا يجعلها آخر الأحزان طيب مباراة النهاردة وجزء مهم جزء لا يتجزأ من أهمية المباراة هو طاقم التحكيم اللي يدير هذه المباراة النهاردة طاقم تحكيم دولة بقيادة الكابتن إبراهيم منور الدينة وحكم ساحة معه مساعد أول سمير رجمال مساعدة تاني محمد عبد المجيد حكم رابع عصام بقر وحكم تقنية الفيديو الفار محمود بسيوني ومساعد حكم تقنية فيديو محمد يوسف كنت أتمنى حكم تقنية الفيديو يكون حكم دوليين واتمنى من لجمة الحكام ابتداء من النهاردة لغاية ختام المسابقة مباراة القمة مع الفره اللي بيتصارع عشان تفوس بالمسابقة سواء الأهلي أو حتى أي منافس آخر يكون مع أنا حكم دوليين في تقنية الفيديو لن تقنية الفيديو هكون لها عاملة مهم جدا الفترة اللي جاي اتمنى اتمنى نشوف حكام دوليين في تقنية الفترة الجاي واكافة ما حدث في الفترات السابقة